على طريق القدس الفقرة الأولى من برنامجنا اليوم عن العراق هذا العراق العظيم هذا العراق الذي لا ينفك يفاجئ ويبهر ويذهل بحجم العطاء بحجم الحضور بحجم الموقف لم تكد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تدخل يومها الأول حتى بدأ العراق يغلي كمرجل بالرجال يسألون كيف يمكن لنا أن نكون شركاءكم في الميدان كيف يمكن للعراق أن يسهم في بلسمة الجراح مر الساعات وإذ بفتوى تصدر عن المرجع سماحة السيد السستاني تدعو إلى التبرع للبنان إلى تقديم كل ما يمكن أن يساعد في بلسمة الجرح اللبنانية وإذ تمتلئ الشوارع بالمساعدات بالتبرعات الشاحنات لا تتسع البيوت تخرج أفضل ما عندها وتضعه على الأبواب لتمر القوافل وتأخذ هذه المساهمة التي تشكل عطاء من قلب إلى قلب الشكر للعراق يوم كان لبنان بأمس الحاجة ليحل مشكلة الكهرباء عنده كان أول من لب النداء وربما الوحيد الذي لب النداء هو العراق لم يقف الأمر عند حدود هذه المساعدة في قلب ميدان الحرب خرج قائد من قادة الحرب من قادة المقاومة الإسلامية في العراق أبو ألاء الولاء الأمين العام لحركة سيد الشهداء يعلن ويبايع ويؤيد ويقف ويقول لسماحة السيد حسن نصر الله في رسالة مشهودة خض بنا البحر ونحن من ورائك لن نقول لك قاتل أنت وربك وإن هنا قاعدون بل قاتل أنت وربك وإن معك مقاتلون هذه هي المقاومة العراقية وهذه هي الشهامة العراقية وهذه هي النخوة الكربلائية العراقية هذا هو العراق والآن الآن وطوال خمسة أيام من المنازلة الجارية في جبهة جنوب لبنان في حرب عدوانية إجرامية غير مسبوقة إلا في غزة يشنها جيش الاحتلال على القرى والبلدات ويستهدف فيها أيضا قادة المقاومة وكوادرها العراق كل يوم مسيرات وصواريخ صواريخ ومسيرات المقاومة العراقية تستهدف إيلات المقاومة العراقية تستهدف النقب المقاومة العراقية تستهدف هدف حيوي في حيفا المقاومة العراقية تستهدف هدف حيوي في الجولان هذا العراق الذي له باع طويل في التاريخ في كل معارك الأمة وحروبها هذا العراق يستحق تحية يستحق تحية فلسطين وسلام فلسطين سلام القدس يستحق تحية الجنوب وتحية عاملة وتحية أهل الجنوب ومقاومة الجنوب وتحية غزة ومقاومة غزة هذا العراق يقرأ في التاريخ ويكتب التاريخ ويعرف أن مفاتيح ولادة الأمم إنما تأتي من الحروب وأن تأكيد أننا أمة واحدة يبدأ من ساحات الوغة وليس في كتب المثقفين في ساحات الوغة تؤكد الأمة وحدتها في ساحات الحرب تختلط الدماء في الجولان دماء عراقية في كل جولة من جولات الحرب مع كيان الاحتلال وفي مواجهة المستعمر البريطاني كما المستعمر الفرنسي دماء عراقية تكتب وحدة المسار والمصير بين العراق وسائر دول العرب العراق لم يبخى اليوما والعراق اليوم يحمل الراية وسوف تشهد الأيام القادمة أنه في معركة المصير الفاصلة التي لن تكون إلا عندما تدق ساعة فتح جبهة الجولان عندما تتعافى سوريا وتتمكن من أن تطرد القوات الأمريكية وأن تخرج القوات التركية التي نأمل أن تخرج بالتي هي أحسن بالتفاهم لأن أحدا من العرب لا يريد جرح حرب مفتوحة مع تركيا تركيا دولة إسلامية وشعب مسلم وبين تركيا ودول العرب تاريخ مهما كان فيه من متاعب ومن مصاعب فيبقى تاريخ مصير واحد وسوريا المتعافية هذه هي سوريا التي سوف تستعيد مكانتها في قلب محور المقاومة وفي قلب الأمة نفسها وسوف تنهض لمسؤوليتها وعندها سيكون تحرير الجولان على جدول الأعمال وسوف تكون المقاومة العراقية بشبابها ومجاهديها وأسلحتها وصواريخها ومسيراتها قوة ضاربة تستقوي بها سوريا كما اعتزت بها يوم كانت الحرب مع الإرهابيين وكان النصر المشترك على تنظيم داعش التكفير الإرهابي في هذه المسارات التي كتبت خلال سنوات مضت تسترد الأمة رغم كل مناخات الفتن التي عصفت بها ثم تحاجة لأن نقرأ مشاهد الوحدة ثم تحاجة لنقرأ معنى أن يأتي شباب عراقيون ليقاتلوا في سوريا وأن يأتي شباب يمنيون ليقاتلوا في سوريا وأن يذهب شباب لبنانيون وفلسطينيون ليقاتلوا في سوريا لتقول هذه الأمة ثلاثة أشياء الأولى أنها أمة واحدة عندما يكون النداء تلبي النداء الثانية هي أن سوريا قلب هذه الأمة النابض أكانت أمة عربية أم أمة إسلامية والثالثة أن البوصلة هي فلسطين وأن سوريا المتعافية هي السند وهي القوة الضامنة وهي الحضن الدافئ من أجل كل مقاومة صادقة من أجل فلسطين وأن حرب إضعاف فلسطين بدأت في سوريا وأن حرب نصرة فلسطين تنطلق من سوريا أبجدية المقاومة قرأها العراقيون ولذلك كانوا في سوريا ولذلك سوف يكونون عندما تدق ساعة الحرب الفاصلة في سوريا مرة أخرى الشكر للعراق التحية للعراق سلام القدس دائما للعراق